فيلم دفلاش هل يستحق كل هذه الضجة أو هل يستحق المتابعة أو لا طبعا بدون حرك قصته عن صاحبنا دفلاش اللي يستخدم قوال خارقة للعودة بالزمن لتغيير أحداثه الماضي لكن فجأة يكتشف أنه سوى مصيبة ودخل العوالم ببعض خلونا نتفك كبداية وبكل صراحة أنه هذا واحد من الأفلام اللي 50% من الناس ما يقدر يكملوا الفيلم ويطلعوا في أول ساعة لأنه رتم الفيلم يوصل لك هذا الإحساس الممل ومن الناحية الفنية وصلنا عام 2023 وفي أعمال لسه بتستخدم مؤثرات بصرية للأسف أي كلام وبالنسبة لممثل إيزر ميلر اللي هو دفلاش هل جودتك ممثل تخليه يشيل فيلم لحاله عشان تجيبه منه نسخة ثانية كمان والكوميديا الموجودة بالفيلم بهذا الشكل المبالغ تخرجك من الموت وتذكرك بنفس اللي صار في فيلم ثور لوفان ثاندر بشكل عام من وجهة نظري أشوف أنه الفيلم عادي جدا وما قدم لي أي حاجة جديدة ولما تتابع الفيلم من بدايته لنهايته تحسي أنه بدون هدف وللأسف الرسالة الموجودة فيه شفناه في أكثر من مليون فيلم قبل طبعا غير الفوضوية اللي حسيت فيها وأخيرا تقييم الشخص لفيلم دفلاش هو 6 من 10 وإنتوا أبقاكم تكتبوه رأيكم في الكومنتات سلام